بعد ما اكتمل أضلاع المربع الدهبي راح نكون على موعد يوم الأربعاء مع مواجهتي النصف نهائي مصر مع تونس وبعدها راح تلعب قطر مع الجزائر قولي يا صادر انت بتقولي الملعب مكيفة يا بكرم عشان كده احنا متكيفين من البطولة باختصار لا حاجة على مستوى فعلا تجاوز كل الحدود انا في رأيي النجاح اللي موجود ده يعني لا مثيلة له وقولك يا صعب الدنيا كلها على اي حد جاي باختصار والله النهاردة لما قمة فعلا من قمة البطولة هو حظ البطولة انه حتى بقى تفهم مباراة من الوزن التقيل كانت ممكن تبقى المسائل طرف قوي وطرف ضعيف لا كلها مباراة فعلا في منتها الإصارة وكده حت عنصرية بقى عرب أفريقيا كده التهموا ثلاثة اربع الكعكة العربية بقيا واحد مش عارف مش عارف مش عارف ما تشدش قوي يعني ده الأردن حيغلب كل نهاردة يعصام يعصام مباراة من الاردن انت نشف ريئك يا عصام وريل واحد يا عرب أفريقيا وريل واحد أبو كرم بنحاول نتخيل انه هذه بطولة عربية من العجواء الجميلة من كل شي فيها واعتقد هذا انعكس حتى على اللاعبين انهم يقدموننا هذه المستويات المميزة بيروح رياضية عالية مع جماهير اممكن ما شفنا هذه النوعية من الجماهير من فترة طويلة اقولك سر بس للدكتور محمد ونحن جئين في الطريق قال تعبير ظريف او قال اللاعب اللي ماستغلش هذه الظروف وهذه الأجواء وهذه الملعب وماقدمش أفضل ما عنده ماستغلش يلعب كرة طويلة زي المحل اللي يعود في مجوة مبيسية نفس الشيء مايطلعش معاه ده بحيطلع معاه نفس الشيء عايز الزبيب اشتركوا في القناة